اهلا وسهلا بالجميع ارجعنا لكم في قيل ايين كالعادة اولى فقارتنا نبدأها تتسويت بخبار اليوم خبار اليوم خبار اليوم اليوم كما هو منتظر يعني من النشارات التي يبع للمرسد الوطني للمرسد الجوي تحديدا اليوم نربعة سبعتاش او تونس تسجل ارقام قياسية الحقيقة في الدرجات الحرارة اليوم مع ظهور الشهير ويقول المعهد الوطني للرسد الجوي ان الحرارة مرتفعة تقريبا اليوم في كل مناطق الجمهورية وتتواصل الحرارة مرتفعة جدا باغلب الجهات خلال هذا اليوم كما قلت سبعتاش او تتجاوز تقريبا المعدلات العادية بفرق يتراوح بين سبعة واثناشا درجة وتتراوح القصوى بين عامة بين تسعة وثلاثين وخمسة وربعين درجة اليوم في تونس وتسلحة محليا الى سبعة وربعين درجة اليوم تونس الكبرى اللقاء فيها درجة الحرارة وصلت 45 درجة بنزاره 43 نابل 38 درجة زغوان 43 درجة باجا 44 درجة جندوبه 45 درجة الكيف 41 درجة سليانة 42 درجة سوسة 43 درجة المناستير 43 درجة المهدية 40 درجة القيروان 46 درجة سيديبوزيد 43 درجة القسرين 40 درجة قفسة 44 درجة توزر وهي القصوى صحبة جبيلي 47 درجة سفيق 39 درجة جابس 42 درجة مدنين 46 درجة وتطوين 44 درجة وهي درجات حرارة مرتفعة يعني على ما هو العادي كما قلت تراوح المعادلات العادية وارتفاع المعادلات العادية بين 7 و 8 درجات هذا مع أسناد اللون البرتقالي لعدد من الولايات في آخر تحيين لخارطة اليقظة المؤمنة بالموقع الرسمي للمعهد الوطني للرزد الجوي وهذا مما يعني أن درجة الانذار تكون عالية وضرورة ملازمة لحضار نتيجة الحرارة المرتفعة ويقول أيضا المعهد الوطني للرزد الجوي في آخر تحيين أنه ثم تكونات عادية بتأثيرات محلية ساهمت تقريبا في نزول أمتار متفرقة ومحلية بكل من بنزرت وبيجة وحاليا درجات الحرارة بين 42 و 47 درجة درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء الوطن القبلي الساحل وصفاقص حيث كانت تقريبا درجات الحرارة بين 33 و 38 درجة أردو بالكم روحكم للناس لكل اليوم بزيت متواصلة درجات الحرارة باش تبقى متواصلة تيلة هذا اليوم وهذه الليلة أيضا في انتظار أنه غدوة يعني تنخفض تدريجيا وترجع للمعدلات العادية متاحة يوم الجمعة إن شاء الله ونسأل الله السلامة للجميع كانت هذه الخبرة اليوم موسيقى موسيقى موسيقى